أنبت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة حرم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس تنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين لحضور حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة التي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا العام لتشمل المستويين المحلي والعربي وشهدت الجائزة هذا العام تنافسا كبيرا بين 193 مشاركا من مملكة البحرين و 12 مشاركا يمثلون دولا عربية حيث فازت المؤسسة الخيرية الملكية بالجائزة كأفضل راع وداعم على المستوى المحلي ما تقدمه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من دعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ألقى اليوم بدلاله على أرض الواقع فالإبداع الذي جسده معرض الأسر المنتجة هو خير دليل وجائزة سموها لتشجيع هذه الأسر كانت وراء كل يد عملت وأبدعت وأنتجت الأسر التي تشارك في الإنتاج المنزلي وحققت لنفسها ريادة في الأعمال وأصبحت قادرة على التنافس في السوق المحلي والسوق الأجنبي ونحن نتطلع إلى تطوير عدد ونوعية ومساهمات الأسر المنتجة لتكون إحدى رواف التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين هذه المبادرة تأتي منطلقا من إيمان سموها بأن ما تصنعه اليد الحرافية هو بداية حقيقية للمنافسة في الأسواق المحلية والعربية والعالمية وهو مصدر لاكتساب الدخل وزيادته نحن شركاء في هذه الجائزة فيما يخص أنها جائزة عربية لقد تبنت طبعا جماعة الدولة العربية مبادرة ساحبة السمو الملكي الأميرة لهذه المبادرة وأصبحت مبادرة عربية ميزة هذه المبادرة العربية أنها بتفاعل الأسر منتجة وتساعد على دمجهم في المجتمع بسرعة وتخلق بظائف ونظرا لنجاح هذه المبادرة في نسختها المحلية في مجال الأسر المنتجة ومن أجل تعزيز هذا المشروع الرائد في العالم العربي تم تكريم اليوم فائزين من ثلاث دول عربية إضافة إلى الفائزين من مملكة البحرين تمثلي فخر واعتزاز وطبعت في نفسية التقدير لما هو إبداع والأمة التي لا تقدر الإبداع لا ترقى أن أتقدم بجزير الشكر للسمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة على مبادرياتها المتميزة التي تهدف إلى تشجيع الأسر المنتجة والتي تبرز مدى إسهامات المرأة العربية بالمجال الاقتصادي والاجتماعي وأنا سعيدة جدا بهذا الفوز نحن سعيدين قاية السعادة تعني لنا جائزة قمة السعادة أنه نفوس في أهل الوطن العربي بجائزة أكبر داعم وراعي للدول للأسر المنتجة المعرض المصاحب جسد النجاح الذي حققه مشروع الأسر المنتجة من حيث جودة المنتج حيث أن المعرض يهدف إلى تحفيز الأسر ذات الدخل المحدود للدخول في مشاريع صغيرة وتشجيع المواهب وتنمية المهارات واحتضانها إلى جانب البحث عن مصادر إضافية لتحسين الوضع الاقتصادي سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين